أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مدلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري أن الوقف يضع على قائمة أولوياته دائماً أهمية موصلة دعم فرص التعليم الجامعي لأبناء الوطن والتشجيع عليه بما يسهم في تعزيز دورهم بعملية التنمية ومسارات التطوير لكسب العلم والمعرفة وأكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان على دور قطاع التعليم في مملكة البحرين بالمسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله جاء ذلك لدى ترأس سموه اجتماع مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري في قصر رفا حيث جرى استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع والاطلاع على الخطط الموضوع لتنمية مسار الشركات وتعزيز الاستثمارات بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للوقت إلى جانب خطة البعثات المعتمدة للدفعة العاشرة من بعثات وقف عيسى بن سلمان التعليم الخيري للعام الأكاديمي 2023-2024 لعدد من الجامعات الحكومية والخاصة في مملكة البحرين إذ بلغ عدد البعثات المقدمة للطلبة لهذا العام 75 بعثة مخصصة للحصول على درجة البكالاريوس وهن أسمو الشخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة في هذا الصدد جميع الطلبة الحاصلين على بعثات الوقف متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مسيرة تحصيلهم الأكاديمي ومنوها سموه بجهود أولياء الأمور الذين هم خير الداعمين والمحفزين لأبنائهم في مختلف مراحل من التعليمية كما أعرب سموه عن الشكر لمختلف الجهات والمؤسسات الداعمة لجهود الوقف ودورها الملحوظ في تنويع خطة البعثات في كل عام الجدير بالذكر أن إجمالية عدد الطلبة الحاصلين على بعثات وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري بلغ أكثر من أربعمائة طالب وطالبة وذلك منذ إنشائه